ترأس وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة وناقش الاجتماع محضر اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة قاعة الأفراح بالشيخ عثمان وألية تنظيم العمل في سوقي الصيرة والقاهرة كما جرى بحث سبل تنمت إرادات الصندوق وذلك لمساعدته على الإطلاع بمسؤولياته وتنفيذ مهامه الكثيرة والمتعددة مشيدا في السياق بدور مركز تنمة الإرادات في رفع نسبة الإرادة خلال العام الجاري وتسهيل آلية التحصيل